منتخب مصر إلى أين؟ ده السؤال يمكن اللي جماهير بالملايين بتنتظر إجابته في الفترة القادمة تحت قيادة كابتن حسام حسن نتمنى كل التوفيق بإذن الله لمنتخبنا وخلينا نرجع بقى وكلنا منتكلم طبعا ورؤيتنا لي منتخب نيوزيلند وهذه المباراة الماضية ومنتخب كرواتيا طبعا والمباراة المرتقبة اللي كل برضو المصريين حيبقوا عينيهم على كابتن حسام حسن تحديدا طب انت المباراة دي هتقدم لنا أي؟ كل مباراة تقريبا حيبقى فيها كشف حساب أو يبقى فيها تحليلات وتقييمات خلينا نتكلم برضو ونرجع التاني نستكمل حديثنا عن منتخب كرواتيا كنا بنتكلم يا أحمد عن بعض التحليلات الخاصة بالأرقام وغيره طرق اللعب ممكن احنا معنا أرقام سلابة يا بحمد تمريرات سلاسي وسط الملعب بتاع كرواتيا لوكا مودريتش وبروزوفيتش وكوفازيتش التلاتة طبعا مودريتش في ريال مادريد بروزوفيتش في النصر السعودي كوفازيتش في منشستر سيتي التمريرات بتاعتهم في المتش اللي فات اه فيش حاجة خالف مودريتش 58 تمريرة صحة من 64 بروزوفيتش 94 تمريرة وده أكتر واحد بيعمل تمريرات عشان كده قلت ان لازم حد يقرب منه عشان نمنع البلد أب بتاعهم بتاعهم وكفازتش 67 تمريرها صحة من 69 فدي يمكن تمريرات سلاسي الوسط معنا برضو معلش أرقام مروانة عطية لأنه يستحق برضو مروانة عطية وربيعة الاتنين تقلقوا بشكل كبير حقيقة ربيعة عن ناس كتير مش حاسة لازم الناس تديلوا حقه ربيعة يا جماعة احنا بنكسب مدافع بمهم جدا انت النهاردة لما بيغيب عنا كاسر إبراهيم بيظهر ربيعة ظهر بشكل كويس جدا في ماتش الزمالك وفي ماتش النيوزلندا يمكن برضو أرقام مروانة عطية لمس الكرة 66 مرة تمريراته 83% التمريرات الطولية 3 من 4 محاولات واحدة اللي هي جات في القايم أكتر من قام بتاكلينج صحيح في المباراة 5 مروانة عطية أخذ رجل المباراة نكمل نجيب هنلاقي برضو أنه أكتر منفاس بالتحامات سنائية وحصل على أخطاء وشتت الكرة 3 مرات التدخلات الدفاعية مرتين وأخذ تقييم 7 و4 معنا برضو صورة رجل المباراة لي أخذ فيها رجل المباراة أما رامي ربيع رامي ربيع مكسب كبير وواحد من اللعبة اللي هي عندها التحضير من تحت بشكل كويس وعنده شخصية وعنده خبرات فبرضو رامي ربيع يستحق التحية على اللي بيقدمه سواء مع منتخب مصر أو مع النادي الأهل طيب صبري مين اللي حي يعني شايف ماتش سيمبا إزاي مش بقى نيوزيلند خلينا رح لماتش سيمبا لأنه كل جمهور النادي الأهل ينتظر هذه المباراة بيظل هذه الحالة اللي بيمر بها النادي الأهل ما بين إصابات وما بين عدم وجود قوام رئيسي للفريق خلال الفترة الماضية وهذا برضو مشكلة شوية ده مش تبرير يا جماعة ولكن هذه هي الحقيقة واقع قدامنا بنقول لحضراتكم نتمنى طبعا ما يكونش فيه إصابات تاني في الأيام الجاية دي واللي موجود بقى يروح الأهلي بمنحضر في الآخر المباراة في سيمبا بتكون مباراة صعبة سواء نتائجنا مع سيمبا هناك في ملعبه بتكون الماتش أصلا بيكون في ملعب كبير ودرجة الحرارة هناك وكمان فكرة نقص الأكسجن فبيقلل جدا من استعداد اللعبة والنفس الدول دي بتبقى الوضع فيها عامل ازاي في استاد فيه 60 ألف متفرج وفرق أكويس الحقيقة بتقدر توصل وتصنع فرص كتير جدا على المرمى فهي مباراة مش سهلة احنا من الناحية التانية أقوى فريق في أفريقيا وده بيتعمله مليون حساب حتى لو عندنا غيابات حتى لو عندنا مشكلة في إهدار الفرص أو أيا كانت الشكل إنما الأهلي فريق كبير وراح نجب قوته وهو اللي يتخاف منه مش بس خلي بالك يا صبري دي نوتة قوة وضعف لنا لأن أنت عشان دايما الكبير فالأندي المنافسة اللي بتلعبك دايما بتبقى بمستوى مختلف يمكن تدعى في مستوى الفني دايما حطاك كمباتتر أو كمنافس أساسي عايزة توصلك وتعديك فهي حاجة ميزة وحاجة هو قدر الكبار فالأهلي فريق كبير في مصر برا مصر في أي حتى بيروح يلعب فيها هو أكبر فريق موجود في أي بطولة بيلعب فيها على مستوى القارة فطبيعي جدا أن أي نادي أيا كان اسمه وأيا كانت سطوته جوه دولته لما بيجي قدام النادي الأهلي بيبقى أفضل بكتير وعايز يسبت نفسه قدام الكبير فهو ده قدر وده حاجة يعني إحنا مفروض خلاص معتدين عليها جدا فنتمنى إن شاء الله بس ما يكونش فيه إصابات أكتر من كده لا كده حلوة أوي كده جميل استوينا الحقيقة وإن شاء الله نحقق نتيجة كويسة قدام سيمبا بإذن الله